اشتركوا في القناة اللي انا شوفها يعني ممكن يستفاد منها الجميع مو بس صاحب السؤال بالاضافة الى انه اكو اسئلة مكررة ايضا اكو اسئلة يعني انا مجاوب عليها سابقا كذلك اكو اسئلة صراحة اما مفهومة البعض من عندها انا ما اعرف جاوبها ما عندي ديتش الخبرة بيها واني ما حبت فلسف فارجو المعذرة للي ما قدرت اجاوب على سؤاله نبدي باول سؤال من علي عادل اوفيشال اللي ما يعرف علي عادل هذا علاوي علاوي الذهب اشكرك على دعمك للقناة في احد فيديواتك علاوي باحد الفيديوات ذكر قناتي وايضا محمد فاخر محمد هو اللي بلغ علي يعني اشكركم شباب علي عادل ومحمد فاخر على دعمكم للقناة وان شاء الله بإذن الله داريك علاوي مدارا جو بايدن نفسه ما داراك اياها علاوي يقول شنو رأيك بالنوت تين لايت علاوي بالنسبة للنوت تين لايت هو موبايل ممتاز في وقته لانه نزل بسعر مناسب تقريبا اربعمائة دولار وكان يجي بميزات كثيرة من النوت لكن هس بسنة عشرين واحد وعشرين الموبايل للنوت تين لايت شوي صار يعني بعيد وما اصور انه يكون خيار مناسب اذا تريد تشتري هس حاليا لانه اكو خيارات اخرى ويمكن حتى يعني سعرها افضل اذا انت عندك الجهاز فتصور انه بعد لسنة يلا يبدي شوي يبطئ اما اذا ناوي تشتري الجهاز فانصحك انه تشوف خيارات اخرى مثل وان بلاس نورد عندك الشاومي ميتين تي ايضا ارخص من اربعمائة دولار كذلك السامسونج ام واحد وخمسين واكو خليفة الام واحد وخمسين اللي هو الام اتنين وستين موبايل ممتاز ببطارية رهيبة وعندنا الريال مي سيفين برو ايضا واحد من الخيارات الممتازة وارخص حتى من اربعمائة دولار فالخيارات هواية افضل من النوت تين لايت علاوي مرة ثانية علاوي اشكرك حبيبي انت ومحمد فاخر على دعمكم وذكركم للقناة في احد الفيديوهات نجي هسا السؤال كرار عباس كرار يقول خطوة ازالة الشاحن من بعض شركات الهواتف خطوة جيدة ام لا صراحة انا اعتبرها خطوة جيدة ما بها اشكال لكن على شرط لما اتبيع لي الموبايل اتبيع ليه بفرق سعر الشاحن يعني انت مو اتبيع ليه بنفس السعر وتشايل من عندي الشاحنة او مثلا صعد بالسعر مثل بعض الشركات شي لسعر الشاحنة حتى انا اقدر اروح اشتريها اذاك الوقت انا اعتبر الموضوع فعلا انت على مدى الحفاظ على البيئة او غيرهم الان مع السؤال عباس ابراهيم عباس طبعا صاحب صفحة على الفيسبوك بنفس الاسم عباس ابراهيم عباس يعني عنده اخبار حلوة تسريبات يعني تصاميم اللي سويها بصفحة كلش حلوة انا صراحة انا اخذ من عنده المعلومات واحدث التسريبات هو وهيوتك طبعا تحية لهم اطيناتهم عباس وهيوة اصدقاء اعزاء علي فعباس يقول شنو اللي خلاك تستمر بهذا المجال وليش مهتم اكثر باجهزة جوجل بيكسل وشتحب توجه كلام او نصيحة لمحبين التقنية في الوقت الحالي عباس سؤالك الاولي شنو اللي خلاك تستمر بهذا المجال صراحة انا اعتبر نفسي بعدني بالبداية فيعني ما اقدر اقول انه انا مستمر بالمجال بعدني ببداية المشوار وان شاء الله باذن الله مستمر قاعد على قلبكم فان شاء الله باذن الله نقدم محتوى حلو بالنسبة للمجال تقدر تقول ليش دخلتها مثلا فاحس انه هذا الشيء من اختصاصي انا مجرب اجهزة هواية بالاضافة الى انه دارس يعني يعني علميتي زينة بالامور التقنية الحمد لله وشكه فهو هذا اللي خلاني افوت بهذا المجال وان شاء الله استمر بوجودكم ان شاء الله تكبر القناة اما سؤال ليش مهتم اكثر باجهزة البيكسل انا مجرب اجهزة اندرويد هواية الوحيدة اجهزة البيكسل هي اللي انطلتني تجربة خلتني احس بانه الاندرويد يعني مميز باجهزة البيكسل اكثر من غيرها انا احب النظام الاندرويد لكن صار هاي اربع اجهزة واحد وراء الثاني كلهم اجهزة البيكسل لانه تجربة البيكسل تجربة السوفتوير بالبيكسل فاتشي فريد من نوعها فلهذا اني مستمر ومهتم باجهزة البيكسل برغم انه معدها لا ضمان شرق اوسط ولا مهتمين اصلا بسوق الشرق الاوسط اما سؤال شنو تحب توجه كلمة لمحبين التقنية صراحة اللي اتمنى انه واترجى من الجميع انه يتركون هذه الصراعات والعركات اللي بالتعليقات اكس بوكس ضد البلاي ستيشن ايفون ضد الاندرويد استمتعوا بالتقنية اللي هي موجودة وخليوا بالكم ترى هذه الشركات كلها بالنسبة لها هي تشوفك انت مستهلك اهم شي بالنسبة لهم انت تدفع لهم الفلوس وتشتري المنتج هذا المهم عندهم يعني ماكو داعي واحد يتعاركوا يا اخو على مود هذا ايفون وهذا اندرويد صراحة انا من اشوفي ايش تعليقات ما اجاوبهم يعني ما لا داعي اصلا اجاوب ليش يا اخي تتعارك لو تحشي وتقول كذا وكذا انا اليوم ايسا مستخدم الاندرويد مستحيل انكره اقول بانه الايفون جهاز تعبان واحد من افضل اجهزة بالعالم اذا ما كان افضلهم انا استخدم الاندرويد صح لكن ما اقدر انكر هذا الشي وشي حلو انه اشوفي منافسة بيناتهم فما لا داعي هاي الصراعات انا عرف اكون يعني تقدر تقول عقليتهم صغيرة وينجرفون لهذه الصراعات وتبدي مسبة وغلط وغيرهم لكن اللي اتمنى من تشوفي جواحد لا تجاوبة يعني خلي شون مريد يحشي خلي يحشي او سوي لحظر او غير شي فما لها داعي هاي الصراعات هذا اللي اتمنى من محبين التقنية لانه التقنية فتشي حلو ومرتب المفروض يعني اذواق العالم بالتعليقات وبالكتابات يعني تكون افضل من اللي انا اذا شوفه هواية على السوشيال ميديا بشكل عام رقية تقول منه الافضل البيكسل والأبل حسب تجربتك حسب تجربتي انا شوف البيكسل هو الافضل فلذلك انا متمسك بهذه التجربة لكن من يجي واحد يسألني يقول لي اشتنصحني اقول لا اخذ ايفون صراحة يعني الايفون بشكل عام يقدم فتشي ملائم للمستخدم اكثر من البيكسل وغيرهم صحيح البيكسل بالنسبة لي اشوفه تجربة ممتازة بالاندرويد لكن ايفونات شركة ابل فاعتبر فتخيار مناسب للي يريد يستقر على جهاز لأكثر من اربع سنين فاذا ايلي اختارت بيكسل اذا اي واحد ثاني اقول لأبل واذا يعني الشخص المقابل يريد الا اندرويد فهمنا ما رح انصحة بالبيكسل لانه ماكو ضمان وماكو اكسسوارات ولا حتى قطع غيار موجودة فالموضوع بي مجازفة نجي هلسل سؤال امير احمد يقول هل تعتقد انه مجال التقنية يحتاج دعم مادة قوي وامكانية حتى تنجح بهتش مجال اذا قصدك مجال التقنية يعني كصانع محتوى بالنسبة الي اشوف صناعة المحتوى بحذ ذاتهم ما متعلقة بالمادة ولا بالامكانية بامكانك اكون صناعة محتوى عالميين حاليا يصورون بجهاز موبايل ما لتو يعني ما يرادلها لا اضاءة ولا شيء يستغل امور طبيعية وشغلات بسيطة لكن مع هذا يعني اشوف انه اذا الدعم المادي موجود الامكانية موجودة انه واحد يجهز نفسه من ناحية كاميرا من ناحية عدسة ينارى اضاءة اكيد طبعا هذا رح يحسن من المحتوى يعبرك كم خطوة لكن يمنعك من انه تصنع محتوى لا ما اظن حسين مقدام يقول له خيروك بين اقوى معالجات AMD او معالج ابل اموان ياه اللي تختاره وشنو السبب صراحة انا اختار الام دي لانه معالجات الام دي موجودة على الويندوز والويندوز هي النظام اللي انا استخدمه يعني ما افضل نظام الماك او اس اكيد طبعا معالجات شركة ابل والاموان سوت طفرة ممتازة يعني سوت احد الفيديوات تقدرون تشوفوها ممكن الاموان ما انطاني اداء بالمونتاج اللي يرضيني اللي يخليني يعني احول بعد كل هذه السنين للاموان اذا استخدم برامج المونتاج غير الفاينال كات انا ما استخدم الفاينال كات بس اذا تريد فاينال كات وتجيب اي لابتوب من شركة ابل اموان راح تشوف تجربة فريدة من نوعها شوف المراجعة اللي بالقناة مراجعتين عندي انطباع اولي تقدر تقول والثاني هي تجربة المونتاج السؤال الثاني يقول له خيروك بين جوجل بيكسل 5 اي او ايفون 12 برو وشن السبب بيكسل 5 اي بعد ما نازل المفروض اكون اشاعات عليها بس اذا قصدك بيكسل 5 اللي هو احدث واحد وما بين ايفون 12 برو فشي طبيعي اختار البيكسل المفروض هسته المتابعين عرفتوا انه اهني بالنسبة لي جهزة البيكسل اجهزة هي اللي استخدمها دائما فاكيد طبعا مو معنات انه الايفون 12 برو موبايل سيء لا يعني اي واحد يسأني هذا السؤال الي اقول له اخذي الايفون 12 برو بس الي افضل البيكسل لاسباب عديدة صراحة شرحتها باكثر من فيديو انا احب الاندرويد والاندرويد موجود باقوى صورة في اجلسة البيكسل ام الامراء تقول تعتقد بالمستقبل راح تكون يوتيوبر مشهور حقيقة الهدف من صناعة المحتوى او اليوتيوب حذ ذاته هو مو انه اكون مشهور بقدر ما انه اترك اثر جيد في عالم التكنولوجيا تعجبني فكرة انه انت تصنع محتوى يعبر عن الشباب العراقي حتى المقابل كل شي همني انه اشوف المقابل سواء كان بدول الخليج او بالوطن العربي وحتى في العالم يشوفون انه المجتمع العراقي مجتمع التقني العراقي مجتمع مثقف وحلو اكيد طبعا اكو افضل من عندي بهذا المجال اقدم من عندي بهذا المجال لكن اللي اتمنى انه مو اوصل للشهر وخلاص احنا هو يشوف اكو اشخاص مشهورين بطرق محلوة اللي اتمنى انه اترك اثر حلو حتى اذا مثلا في يوم من ايام تركت اليوتيوب اتمنى انه معلوماتي تفيد اللي ديتلقى المعلومة منتظر التميمي يقول هل تعتقد انه الهواتف المطوية هي المستقبل بعد خمس سنوات لون الموضوع صعب ويحتاج وقت اكثر ليكون الهاتف المطوي مثالي من كل شيء مثل الحجم والوزن والسعر وبعض المشاكل مبدئيا انت بعد خمس سنوات الاكيد انه راح نشوف هواتف فولد افضل وتقنية اكثر وزن اقل سعر اكيد راح يقل لكن بالنسبة الي انا ما اشوف وهي المستقبل نجي السؤال 6IP6 والله مو سؤال مئة الف سؤال عدك فارجو المعذرة ما راح اقدر اجاوب على كل الاسئلة السؤال الاول يقول هل يعلق الايباد برو 2020 انا عندي الايباد برو 2018 صالة تقريبا اكثر من سنتين اي اكثر من سنتين وبعض اللي هسه ما يعرف شنو التعليق فتخيل يعني الايباد برو 2020 الشونة طبعا اكيد ماكوش يبقى على حاله لكن انا اتوقع انه الايباد برو 2020 ممكن يبدي شوية يبطع او تشوف فرق بالادا بسنة عشرين سبا وعشرين بعد سبع سنوات لانه المعالج اللي بيه والرام فات شي قوي فاني دا قيمها بناء على تجربتي خلال ثلاثة سنين اللي مرت مع الـ 2018 بعدني لحد الان ما دا اشوف اي تقصير من اداء الايباد برو 2018 فالايباد برو 2020 ممكن يوصلك للـ 2025 او اكثر ايضا عندك سؤال يقول ياه الاحسن ايباد اير 4 لو الايباد برو 2020 من كل النواحي الايباد برو 2020 هو الافضل واني عندي مراجعات يعني للايباد اير 4 ايضا عندي مراجعة ثانية يمكن لا كانت للايباد برو 2018 انه افضل على الايباد برو 2020 بس للاسف الايباد برو 2018 صار يعني شحة بالسوق فقط تقريبا بس اذا واحد يقدر يلقى مستعمل 2018 مستعمل نظيف فاشوف خيار ممتاز وافضل من الايباد اير 4 ايضا نقول 6IP6 ليش قناتك حلوة وما بيها تفاعل والله شوفوا هذا واقع اليوتيوب العراقي مع كل الاحترام للجميع الناس تحب تتفرج يعني الاغلبية يحبون يتفرجون المحتوى يعني ما ريد اطبب هذه المتاهات بس بشكل عام يعني الدعم تقريبا قليل جدا من ناحية المتابعين يعني يكون ناس تتفرج الفيديو ويعجبها الفيديو وتحط لايك وما تسوي اشتراك ثقافة الاشتراك شوية قليلة عندنا بالاضافة الى انه الدعم احنا من نطلب مثلا لايك او اشتراك او تعليق او غير شي هذه الامور هي مو نرجسية يعني بالنسبة لي يعني ماذا اطلبها كنرجسية انه انا اريد لايكات وخلاص خوارزمية اليوتيوب تفتهم هذا الشي على انه تفاعل انت من تتفاعل ويا الصفحة او من تتفاعل مع القناة بهذه الامور لايك سبسكرايب تفاعل الجرس وغيرهم اليوتيوب يفهمه بانه هذا محتوى مرغوب فيصعده لاكثر من متابع اخر غير المشتركين فاعتقد السبب هو انه ثقافة الاشتراك ما موجودة قليلا يعني الدعم ما موجود بشكل كبير لصناع المحتوى اللي يقدمون يعني انا اعتبر الحمد لله وشكر محتوى يعتبر جيد نوعا ما اتمنى انه يعني يكون دائما عند حصن الظن نجينا لسؤال سام تي سي اتش هل تتوقع انه الهواتف اللي في ايدينا هذه الايام ستصبح موضة قديمة وماذا تتوقع ان نستخدم في المستقبل هل سنظل على هذه الهواتف ام سيصبح تغيير جذري بالاتصالات اعتقد بانه الهواتف ما رح تغتفي في ليلة وضحاها رح تبقى مستمرة ممكن يصير فيه شي مشابه للهواتف قبل فترة شفت احد الكونسبت اللي هي الشغلات الافتراضية يعني محقيقية انه ساعة ممكن تنشر لك شاشة على الساعة دماتك على ايدك ومنها تتحكم هذا فيه شي حلوم ممكن يخليك تستغني عن الهواتف اذا وصلنا في يوم الايام الهيج تقنية لكن اني ما اتمنى الهواتف تختفي صراحة انه فتشي حلو انه انت يكون عندك جهاز فعليا انت تتعامل ويا مادة هذا فتشي يعني مو بالهوة او فتشي augmented reality مثل ما يقولون لا احب الشي اللي يكون الى معدن معين او يعني تحس بانه انت لازم فتشي مثل ما لابس الساعة مثل ما تلبس الملابس فاكيد هذا الشي ما اتمنى انه يكون موضع قديمة احمد السلطان يقول ليش اشتري اجهزة الفلاكشوب اللي سعرها فوق الالف دولار وانه اقدر احصل اجهزة خاصة بالالعاب 600 دولار من دقة ومعالج وتردد وحتى افضل شوف الموبايلات الالعاب دائما تجيب اداء جدا قول خصوصا للالعاب لكنها لازم تفتقر لبعض النقاط اللي انا شوفها مهمة جدا موجودة باجهزة الفلاكشوب على سبيل المثال الموبايلات اللي تجي خاصة بالقيمينج الكثير من عندها تجيب شاشة LCD بينما الفلاكشوب اغلبيتهم OLED كذلك عندك التصميم دائما يجيب الفلاكشوب يكون احلى ويرغب الكل بينما الجيمينج يعني ياخذ اذواق محددة فاكيد بالنسبة لي يعاني افضل انه تاخذ الجهاز الفلاكشوب وتلعب العاب بي افضل مما تاخذ يعني موبايل جيمينج بس اكوه اشخاص يعني يريد موبايل جيمينج يريد هذا المفهوم الحلو والشكل الحلو اللي بي RGB وغير هنو هاي التفاصيل فيعني هذا رأيي بالموضوع الفلاكشوب افضل من الاجهزة الخاصة بالقيمينج ASD يقول برأيك ليش ماكو سيت وشهرة للتاب السيفن من سامسونج رغم انه بنفس بنصف سعر الايباد برو وقريب جدا له بالمواصفات السيت مع الايبادات مأجب ليلة وضحاها صار لهم سنين هما يبنون سمعة بانه الايباد اداء قوي ويضل فترة طويلة على نفس الاداء وتحديثات مستمرة وانت فعلا من تشتري جهاز ايباد لتاخذ جهاز يمثل قيمة مقابل المال التاب السيفن او غيرهم من التابات بالنهاية هنه اندرويد يعني سنتين وتبدي تشوف الاداء يبدي يقل التابات الجديدة من سامسونج سواء كانت السيفن والسيفن بلس كلش عجبتني وسوتنهم مراجعة بالقناة اذا يعجبكم وتشوفوها لكن ما اقدر اقول من ايجي واحد يسألني ويقول لي انا ياهل اريد كايباد بحيث بعد اربع سنين خمس سنين ما غيره ما اقدر اقول لي غير الايباد من شركة ابل اذا كان ايباد برو ايباد اير فور ايباد ايت الاقتصادي فلهذا السبب ما تشوف اكو شهرة للتابات السيفن يعني مثل ما موجودة الشهرة في الايبادات لان الايبادات بنت هذه السمعة والشهرة طوال هذه الفترة وتستاهل هذه الصيت الممتاز احمد نجاح يقول افضل معالج حسب رأيك اذا تقصد معالجات الموبايلات فاعتقد هالسنة البايونيك اي فورتين واحد من افضل معالجات بالعالم حاليا اما بالنسبة لي اذا تريد لابتوب وبيسي وغيرهم فيعجبني الاي ام دي رايزن 7 4800H اللي هو موجود حاليا على اللابتوب اللي دا استخدمه اله بي اومن 15 اللي رح نسوي له مراجعة ان شاء الله قريبا افضل لابتوب جيمينج بالعراق حاليا هو هذا اله بي اومن 15 عليه هذا المعالج اداء الجيمينج ممتاز صحيح ما جربت هواي لعبات اداء المونتاج خرافي مو طبيعي فرق ما بين الانتل والاي ام دي فهذا المعالج هنعتبره ممتاز الريزن 7 4800H وبالنسبة لموبايلات البايونيك اي 14 نيجي هسا السؤال احمد العدواني او العدواني ارجو المعذره الى الاسم مداء الاضطبط طريقة صحيحة سؤالي هل الايباد 8 مايكل جوردين قول تك يعني على قول تك رح يكون اداء قوي ببجي جديدة بحكم انه الرافيكس اللي بيها رح يكون قوي جدا الايباد 8 ايباد ممتاز بنسخة الببجي اللي موجودة حاليا الببجي الجديدة يقال انه يعني الرافيكس مالتها اعلى رح يكون ولما انجربت الببجي العادية بقرافيكس عالي بالايباد 8 صار صرف بالبطارية وصار شوية شوية اكولاب بعد اكثر من 3-4 ساعة فلازم تلعب على الاعدادات المتوازنة او البلانست لكن بما انه الببجي الجديدة جايب بناء على قرافيكس جديدة وقرافيكس عالية فأتوقع انه الايباد 8 هو خيار ممثالي اليه افضل انه تاخذ الايباد اير فور او الايباد فرو زايد عصام يقول السامسونج اس 20 FE افضل جهاز اندرويد حسب رأيك لعام 2020 وهل تنصح بجهاز نسخة سناب دراجون السامسونج اس 20 FE انا جربت نسخة الاكسينوس صراحة عدا لعبة بابجي الاداء ممتاز في كل النواحي الجهاز كلش عجبني وسعره ممتاز جدا هسه تقريبا يمكن وصل لحتى اقل من 500 دولار اذا ادبرت نسخة السناب دراجون فيعني راح انصحك به بعد اكثر يعني راح يكون الاداء اكيد افضل مليون بالمية فاذا قدرت تدبر نسخة سناب دراجون السامسونج اس 20 FE اعتقد راح تنطيق قيمة ممتازة مقابل المال واشوفه فعلا هو واحد من افضل الموبايلات اللي في سنة 2020 بمناسبة الفيديو اللي سويته كان بناء على مكي بي اجدي ماركس براونلي اللي سواله اختاره هو اهم موبايل في سنة 2020 وجبتها صراحة وجربتها جربت نسخة الاكسينوس وشفت اداءها ممتاز يعني يسوى السامسونج اس 20 FE تاخذه اذا ما يهمك موضوع باب جي اما اذا تهمك موضوع باب جي فافضل تشوف نسخة السناب دراجون علي الخالد يقول اي مرحلة من مستوى البطارية في الايفون يكون الجهاز ثقيل المفروض تتمدل البطارية اول ما توصل لـ 80% اقل من 80% خلاص استحقت البطارية تبديل لانه رح تنطيك اداء بطارية سيئة على اساس انه شركة ابل تضعف من اداء المعالج لما توصل البطارية جو الـ 85% في البداية يعني اعترفت شركة ابل بهذا الشيء وقالت بانه احنا نسألوا هذا الشيء حتى نحافظ على البطارية اكثر من النزول بشكل قوي وهذا الشيء انعتبرها صحيح ما بها مشكلة لكن بعدين رجعوا وسووا تحديث ثاني وشالوا هاي الميزة وبعد يعني يقول لك خلاص البطارية من توصل 8% رح بديلها نجي هسا السؤال رسيل احمد رسل احمد رسيل احمد ارجو المعدر اذا الاسم مداله بطريقة صحيحة يقول السلام عليكم وعليكم السلام شنو اكثر شيء شد انتباهك بالتغيير اللي صار بالموبايلات او الايبادات خلال 2020 وبداية 2021 وشنو كنت تتمنى الشيء يصير وصار بالنسبة للتقنية وشكرا صراحة ماكو ايش يشد انتباهي انا اعتبر التقنية في حالة من الملل الموبايلات هي نفسها ماكو اي تغيير ماكو فتشالات يعني تستدعي انه الواحد ينبهر فعلا وشوف انه هذا فتشير رح تذكر بعد كم سنة يعني شنو تتمنى انه وفت شيء افضل حتى الموبايلات اللي هي منطوية الفولد موفت شيء يعني مثير لاهتمام كل شيء على قلب النسبة الي يعني عباس اكس يقول الميني فايف او ريال مي سيكس شنو اخذ للباب جي والدراسة ايهما افضل اش تنصحني وش قد اسعارهم من ناحية الدراسة والباب جي اتصور الميني فايف مايراد لها يعني الشاشة افضل عندي مراجعة للميني فايف تقدر تشوفها ايضا فاسعارهم انا ما عندي اطلاع صراحة من الاسعار بمناسبة كهواية اسئلة واسئلة بخصوص الاسعار عني ماعرف صراحة يعني حالي حالكم لا عندي محل ولا شي فاسئلة الاسعار ارجو المعذرة يعني ما عندي معلومات كافية بس اتصور انه سؤال عباس جوابه هو الميني فايف نجي هسا السؤال علي سعد يقول السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ممكن اعرف منه افضل جوال للالعاب وليش هو افضل من غيره انا شوف افضل جوال حاليا للالعاب موجود بالسوق حاليا هو اللينوفو ليجين سواله مراجعة حسين الجزائر من قناة آي مات تيك شوف مراجعة حسين كانت مراجعة حلوة انا اعتبر هذا الموبايل هو الافضل بالغيمينج حاليا بالسوق الار او جي اللي بارح علنه عنه موبايل ممتاز لكن حاليا بس على ما يوصلنا الار او جي ما نعرف شوكت بعد اللي موجود حاليا هو اللينوفو ليجين انا شوفها واحد من افضل الموبايلات بالغيمينج بالسوق حاليا اشتركوا في القناة